أشرف اليوم ووزير والسياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد على أشغال دورة العادية لمجلس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف تقول سهيلة دغم ملفات هامة تتعلق بالصناعات التقليدية والحرف ستساهم بشكل فعال في دفع حركية القطاع والوصول إلى تحقيق الأهداف المنتظرة هو ما نقشه المجلس في دورته العادية في هذا الصدد يجب الإشارة إلى أنه تم اعتماد 1500 طلب دعم إلى يومنا هذا بقيمة مالية تفوق 51 مليار سنتيم والعملية في متواصلة لأن هناك عدد من الملفات تقييد الدراسة على مستوى الوزارة وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن هناك أكثر من 103 تظاهرة وطنية ودولية استفاد منها أكثر من 5800 حرفي بقيمة مالية تجاوزت 264 مليون دينار جزائري هذا وركز وزير القطاع على ضرورة التكوين وفق معايير المكتب الدولي للعمل وهو برنامج موجه لإحداث وتسيير المؤسسة الحرفية المصغرة ترجمة نانسي قنقر